موسيقى في المرمى طابة أوقاتكم كلاسيكو مثير في الدورية السعودية ينتهي بالتعادل بعد الدقيقة التسعين والنصر يعود لملاحقة المتصدر بهدفين في حال حالة جدلية كثيرة مثيرة في كلاسيكو الكرة السعودية على طاولة الدول عبد الفتح والرياضيون أو الكرة السعودية تفتح ذراعيها لاستقبال بطلها السابق الرياض بعد 18 عاما من الغياب حاكم الله ضمنا نادي الرياض نادي العاصمة الشهير والعريق ضمنا تاهل دور روشان السعودي بعد فوزه على العروبة بهدف دون رد ثلاثة في إطار الجولة الثانية والثلاثين لدور يلولي عن دية الدرجة الأولى بذلك الرياض يرافق فريقي الأهل والأخدود الذين ضمنا مبكرا أو في الجولات الأخيرة أتاهل وتبقت بطاقة رابعة تنتظر الحسم في الجولات المقبلة صاعدونا هذا الموسم هم الأهلي الأخدود الرياض بقيت بطاقة لم تحسن بعد إليكم ظروفها انضم الأخدود لقائمة الفرق التي شاركت في دور المحترفين السعودي صعد بعد 48 سنة من تأسيسه ليظهر في المستوى الأول لكرة القدم السعودية بأول مرة في تاريخه الأخدود قدم سابقا للكرة السعودية المدافع محمد السويلم الذي تألق مع الأهل لاحقا وكذلك فهد مرزوق ذخلاوي الذي لعب للهلال مطلع التسعينات على استاد الأمير هذلول بن عبد العزيز بن أجران يلعب الأخدود مبارياته الملعب الذي افتتح قبل ثلاث سنوات يتسع لـ 12 ألف مشجع في مايو 2005 تغلب الاتفاق على الرياض بثلاثية لهدف ليرسل مدرسة الوسطى إلى الدرجة الأولى ومنذ ذلك الحين اقترب الرياض من السعود مرتين لكنه كان يخسر في الأمتار الأخيرة منذ أن غادر رابع أندية العاصمة الدرجة الممتازة حدث الكثير دور كأس خادم الحرمين الذي حل وصيفا لبطله النصر في عام 1994 أصبح دور المحترفين السعودي والثلاثي العماني الميمن والحوسني وعايل الذين كانوا أجانب الفريق بات لدى كل خص من مقبل لهم ثمانية كما أن ناديهم الذي كان في ضحية لبن خارج العاصمة بات في وسط أحد أحيائه الحديثة رابع بطاقات الصاعدين ستكون بين الحزم الأقرب لها والفيصلي سيكون بإمكان الحزم حسم الصعود في حال فوزه في مباراته المقبلة شريطة تعثر الفيصلي بغير الفوز في الجولة التالية هؤلاء كلهم سيرافقون الأهل الذي كان ضمين الصعودة قابل نهاية المسابقة بأربع جولات حمد القناص العربية الحقيقة تنافس مثير في الأمتار الأخيرة في دور الدرجة الأولى للسعود يجبر الصحفيين على متابعة هذا الدوري وتغطيته بشكل يعني يشابه وقريب من دور المحترفين لأندية الدرجة الممتازة أذهب إلى نجران من هنا كان نضم إلينا السامي هديش رئيس نادي الأخدود صعد حديثاً أول شيء مبروك سامي أتمنى أني نطقت الاسم صح صحح لي إذا نطقته غلط الله يحييك أخو يبتار والشمسك الله بالخير لكل المتابعين نطقت الاسم صح ياقالي طيب والله يبارك فيك وسلمك ما يعني لك أنت اليوم يعني سامي هديش مش رئيس بس نادي الأخدود أنت اليوم رجل تاريخي أول رئيس نادي يقود الأخدود للدوري الممتاز الدوري المحترفين الحمد لله قويبتال أولاً عملنا من أربع سنوات على خطة لعمل منتشال الفريق نعم أملنا على خطة لعمل لانتشال الفريق ووضع خطة اليوم كنا بالدرجة الثانية بفضل الله سبحانه طبقنا كل المعايير اللي خططنا لها أربع سنوات وصلنا للهدف اللي نبيه سعيد سعادة لنجاح لنجاح الفريق الحمد لله نجران تستاهل أنها تكون متاركة في خضم أقوى دوري في الشرق الأوسط وإن شاء الله نكون متواجدين تواجد مشرف بإذن الله بإذن الله تمنح لكم كامل التفق سامي يعني تعرف الناس يعرفون نجران اللي كان يلعب في القطبة الآخر في المدينة اللي كان نعب في الممتاز وكانوا الناس ما يحبون يلعبون في ملعب نجران ملعب موبو كويس ملعب زراعة بس يعني خليك تطم الناس تغير كل شيء عندكم ملعب جديد الآن مدينة رياضية كاملة اللي قاعدين تلعبون عليها مش الملعب السابق اللي ينادي الأخدوط اللي كان يلعب عليها نجران أولا كانوا يلعبون في ملعبنا نعم صدقت العلا الدولة الله يا عزة ما قصرت تم افتتاح قبل سنة ونص تقريبا مدينة رياضية متكاملة مدينة أمير هذرون بن عبد العزيز ومدينة على الطراز الحديث وقيمة عليها كل المنافسات دوري يلو وبالعكس أغلب الفرق اللي يزورون يتنون يشكرون على المدينة وعلى على مميزاتها 18 رحيم تفرجة سامي لا حوالي 13 ألف وإحنا يا بتان طال عمرك حنما لعبنا مميز والسلام ديال الكبيرة يقولون أنه صغير وما فيه ساحات الآن ترى ما لهم عزر يعني إلى الملعب الحين يبقى للسبرنتات نعم نعم طيب النتيجة النهائية للمقاعد الثلاثة في ظنك إنها جت متفقة مع الجهد اللي يبذل الأهلي ثم الأخدود ثم الرياضة اليوم أعلن صعودها أيضا باقي ببطاقة بين الحزم والفيصالي مستحقات الثلاثة اللي راحت ولا كان هناك فريق استحق يدخل بكل مستحقات كان فيه فريق بس تعثر طال عمرك يمكن في الجولة 29 أو 28 قبل الأربع جولات أو خمس جولات فريق العربي فريق العربي كان فريق مميز فريق يعني يلعب كرة جميلة جدا وكان منافس يمكن من الجولة الأولى لكن تعثر أو تأخر في الآخر الأربع أو الخمس جولات الأخيرة بالأمانة يعني الثرق اللي اقعدت إلى الآن تستحق الصعود بجدارة فريق تحترم بكل أمانة هو مع العلم أن عارف دوري يلو أصعب بكثير يعني دوري متعب متعب صحيح فنيا طول صحيح مبروك سامي ألف مبروك ألف ألف مبروك ظهوركم الأول يعني تحملوا اللواء مدينتكم نجران مدينة الثغور والأبطال يعني حديثنا بيطول معك لكن هذه بس مجرد مباركة سريعة وبنرجع نتكلم معك أكثر وأكثر في متسام الوقت شكرا ساميه دياش رئيس نادي الأخدود الذي للتو أعلن صعوده للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين كان هذا يوم أمس اليوم نادي العاصمة العريق الشهير الذي هو واحد من أركان كرة القدم السعودية نادي الرياض أعلن أيضا صعودة أهلا بالأهل وأهلا بالأخدود وأهلا بالرياض مجددا الوقف الأولى بعدها نفتح ملف هذه الليلة المثيرة في كرة القدم السعودية كلاسيكو مثير ينتهي بالتعادل بعد الدقيقة تسعيد والنصر يعود من بعيد لملاحقة الاتحاد بهدفين في حائل حاكم الله الثلاثة مبارتان لعبتا في دور روشان السعودي للمحترفين الكلاسيكو المنتظر والكبير في العاصمة الرياض انتهى بهدفين لكل فريق في حائل النصر يعود بفوز ثمين ربما يعيده إلى المنافسة على الطائب هدفين مقابلة لا شيء شكلك محتار الحين وين تدخلون مداخل الهلال ولا الاتحاد الله الشباب يطول عمر السلام أخوان واتحادي وهلالي حجزنا في مدرج الهلال الحين أنت بتدخل مداخل الهلال ولو سجل الحمد لله هدف وش بتسوي بفرح وحول كلالين عادي ورا يعمل ونشعر ولبست ألوان الاتحاد وليما خطلف الهلال خلاص خليها الحال هناك خليها اتحادي بعد مباراة نفسي لو الهلال سجل عادة وش بتسوي بفرح بفرح الآن أنت الهلالي والولد الاتحادي صحيح والله ما أدري وكان هلالي بس قلب الاتحادي كيف أنا معارب عشان ما تصدر الاتحاد بس الاتحاد بحسابات تقربه من حسم لقب بدأ مهاجما حجازي الطائر يهدد برأسية حمد الله يعرف الطريق إلى شباك المعيوف لكن هذه المرة هيا أهالي كورنادو المد الاتحادي استمر ثلاثة فرص محققة تألق خلالها المعيوف وأبقى فريقه في أجواء المباراة الهلال احتاج إلى تس عشرة دقيقة ليهدد مرمى الضيوف وقروهي يسجل حضوره حمد الله داخل المنطقة يواصل تقديم الهدايا بتمريرة حاسمة لزميله بامسعود أثمرت عن هدف ثاني للأتي الحسرة بادية على جماهير الهلال قبل نهاية الشوط الأول عرضية مصعب الجوير يعيدها جروهي من داخل المرمى بعد معاينة الفار الحكم يقر بشرعية الهدف والهلاليون يتنفسون السعادة ركلة ثابتة فييتو يسدد والقائم يحرم الأرجنتيني من هدف التعادل الشوط الأول في الملاز ينتهي بتقدم الضيوف في الشوط الثاني وبين مدافع الهلال ما الضل العليان يسدد ويضيع النصر إيقالو يخطف الكرة وفييتو لم يستغد للفرصة مصعب غادر الملعب مصاباً وشارك محمد كنو بدلاً منه السحر البرازيلي ميشايل يراوغ ويسدد لكنه يجد قروهي كوستا هنا فعل كل شيء حمد الله أطاح بالكرة عالياً لحظات حرجة الهلال يهاجم وكرة ميشايل يخرجها حجازي من داخل المرمى الهلاليون يحتجون والحكم يحتسب هدف الهلال الثاني بعض اللعيبة تحسهم يعني فيه لون كده يستثيره في الملعب مثل متشايل اللعب الهلال يبدع أيما يبدع أمام الاتحاد تحديداً نذهب إلى الرياض منها عادل بطي ومن جدة حمزة إدريس حياكم الله عادل أقل من دقيقة عشان وقتنا اليوم مزنوقين شوي أقل من دقيقة بدون سؤال حياك الله أخوي البتال وحياي أخوي الكابتن حمزة شوط أول مميز 35 دقيقة خلينا نقول مميزاً للاتحاد كأنه يريد تتويجة للبطولة ثم حضر الهلال آخر عشر دقائق للتأكيد يكفي أن نقول أن عبد الله المعيوف كان نجم الشوط الأول بدون منازع لإنقاذه ثلاث أهداف محققة للاتحاد عاد الهلال في الشوط الثاني لأن الاتحاد مرتبك بصراحة أمام الهلال حتى الشوط الثاني يحاول ولكنها خجولة ورغم ذلك الهلال لم يكن جيداً خلنا نقول لا الشوط الأول والشوط الثاني ودليل تغيير طريقة اللعب في الهلال ثلاث مرات دون الوصول للفرص الحقيقية إلا من اجتهادات فردية رغم ذلك استطاع أن يحقق التعادل ويحرم الاتحاد من فوز كان في متناولة خاصة في الشوط الأول حمزة بلا سؤال أعتقد تحضير جيد من نونو ما قبل المباراة اختيار طريقة اللعب والتشكيلة بشكل جيد بداية جيدة بعد 2-0 بعد 2-0 أعتقد أن حتى اللاعبين حسوا أن المباراة قد تكون سهلة ضاعت الاتحاد عدد كبير من الفرص الشوط الثاني نرى شكل مختلف بعد هدف الهلال الأول أصبح الفريق مرتبك رجع للدفاع سلم الهلال الملعب وهنا أعتقد أنه أجاد ما قبل المباراة لكن في خلال المباراة ما أجاد وصراحة بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة على الفرص اللي هدروها مهاجمين الاتحاد لكن بالنسبة نقطة ما هي بطالة يظل الانتحاد عنده ثلاثة مباراة بفارق ثلاثة مقاطعة عن النصر ما زال يعني وضعه أكثر من جيد جدا بالنسبة للمنافسة على بطولة الدوري طيب عادل بدون الاتحادين يتوترون صدق في تسع رقاط في الملعب جدا بس مطلوب أنه يخسر أربع من التسع صحيح بحكم المواجهات هي المصلحته يعني الفرصة ما زال الاتحاد والمناسبة لأتحاد فريق مؤهل حتى من يعتقد أن الاتحاد ما عنده البديل بالعكس نعم أول شيء الأمور بيده ثانيا هو عنده اللاعبين الجيدين الجاهزين اليوم مثلا غايب طارق حامد ما تحس غاب الشنقيطي جامد الله أصبح من نجوم الدوري باما سعود يحضر بعد غياب هوس زكريا يعني كل هذه الأمور تقول أن الاتحاد قادر في ظل توهج واستمرارية رومارينيو وأيضا كورنادو وحمد الله اللي اليوم بصراحة كان يؤدي أداء ممتاز كصانع لعب وإن كان أضاء أكثر من فرصة لكنه كأداء بس كان متعاون لكن يرجع أحيانا أيضا بتال لو شفت الطريقة اللي جدا اليوم على غير العادة بصراحة عنده الآن كانت عالية أحيانا وهذه عادة رؤوس الحربة لهذا الدافئين لكن اليوم لو شفت بتال تذكر الكلام اللي كنا نقوله عن شراحيلي وحجازي إذا لعب بالثلاثة رجع لأنه يحط عمر هوساوي على اليمين وشراحيلي عليه سارو بالعمق يكون حجازي هل الفريق يستوعب مثل الحالات التغييرات اللي تكون أحيانا في وسط المبارات أو غيرها هنا المشكلة اللي يقع فيها الاتحاد اليوم الاتحاد بصراحة كانت المبارات يعني الهلال بدأ بداية غير جيدة الهلال لما يلعب اليوم أربعة فيه طرفي سار معطل تماما في حالته الهجومية وفي الحالة الدفاعية ياسر الشاران يواجه عقوبة بحكم أن فييتو كان يرجع كلاعب وسط وما ريق الطرف يمين مع إيقالو الأمر بالنسبة للاتحاد كان سهل والدليل الضغط الكبير اللي جاء على ياسر كل الكرات حتى هنريكي أصبح يمين للجهة اليمنى مع كورنادو ومع مدلة أصبح الاتحاد يجيد اللعب على الطرف في الجهة اليمين بالذات على جهة اليسار الهلال جهة اليمين للاتحاد ويصنع الفرصة الحقيقية اللي أكثر من كرة إما تكون فرصة حقيقية يضيعها أحد اللاعبين في الاتحاد أو ما يتعامل معها بشكل متاس أو يكون المعيوف يتصدى لها الشوط الثاني غاب هذا الموضوع يعني غاب بالنسبة للاتحاد قرر كل التغيير اللي حصل في الارجع الأربعة ثلاثة ثلاثة مساعد الهلال للتوازن خلنا نقول في حالة الدفاعية والهجومية في ظل الارتباك واضح والدليل بالتال يغيبون عشر دقائق بعدين يصحى دقيقة دقيقتين الاتحاد يشعر أن الأمر فيه تكافؤ ثم يغيب فترة طويلة هل هو لعدد اللاعبين هل كورنادو يتأثر الفريق في إصابته كل هالأمور تخليني أقول الاتحاد فعلا يعني حاله اليوم لا يمكن يلقى الهلال بنفسها الظروف لا يمكن يعني في السنوات الأخيرة حتى وهو يفوز على الهلال قبل ثلاث سنوات ما كان الهلال في هذا الوضعية صحيح حمزة تفسر أنه نونو اليوم يلعب ثلاث سنوات أخي شبتال هو نونو عارف أو حاسس أنه دفاعه ما هو بنفس قوة أول ما هو الدفاع أو هو حمزة أخوان هو راضي بالنقطة يبغى نقطة يقول ما عليش أنا قدر أحسم قدام الباطن والفيحة وما نسيت الفريق الأخير يقول أنا قدر أحسم ليش ألعب معه ليش أكثر من الهلال الطائي صحيح صحيح بالتعالي أنا بالنسبة لي هذه فكرة جيدة اليوم إذا ما قدر تفوز على الهلال المهم أني ما أخسر يمكن العام أنتقدنا مدربة الاتحاد لما راح لعب مع الطائي كان قادر أنه على أقل يخرج بالتعادل لكن خسر المباراة فهنا دائما نقول يعني عقلية أنه دائما نقول على نونه أنه هو مدرب عقلاني هو مدرب عقلاني قارئ أنه عنده مشاكل في الدفاع عناصره القوية في الدفاع عنده عنده هبوط في مستوها حجازي ما هو فأفضل حالاته قروهي برضو مش فأفضل حالاته الكوار إلا كان يبدع فيها وينقذها فهو أردت كان أنه يلعب بالخمسة أم من النواحي الدفاعية لأنه قادر أنه يخلق يخلق فرص وشفنا اليوم حتى اليوم بالتالي هي طريقة ما هي دفاعية هو بيقدر يوصل هو بيقدر يخلق فرص لكن دائما نسبة التسجيل فيها أقل يعني اليوم صحيح الاتحاد سجل هدفين لكن كان عنده ثلاثة أربع فرص سهلة جدا كان ممكن يسجل فيها حمد الحمد لله أبدع في تمريرتين للأهداف وجاته فرصة كان ممكن يحسم المباراة هذه يعني أنا أحسها مباراة نصف فرص يعني لابد أن يكون فيه حرص أكتر على الإنهاء فهذه أعتقد فكرته واتفق معاك أنه ممكن فكر حتى لو أنا ما قدرت أكسب الهلال أهم شيء أنه لا ما أقصى لكم بصراحة في الشوطة الأول بعد الـ 2-0 كانت المباراة قادرة أنه يديرها بطريقة أفضل وقادر أنه يخرج بنقاط المباراة الثلاثة جميل تغيرات إيميليانو عادل كيف كانت تدخلاتها في المباراة والله بالتال هو شيء أنا رأي أنه بدأ خطأ وأنا دائما يعجب للمدر ما الخطأ في البداية إذا بدايت خطأ ترتبك شوي على الدك أنه لعب فييتو ما تعرفش لعب يعني أخلى ماريقا الطرف يمين وأيقال ورأس حربها طيب الطرف اللي صار من فيه إذا أنت لا تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ولا أنت تلعب أربعة أربعة أثنين هذه النقطة وشفت الممر الكبير اللي في الجهة اليمين المدلة واللي كانت موجودة نعم أثنين لما بدأ الشوت رجع الأربعة ثلاثة ثلاثة بالتالي أنا ما أحب الارتباك أنه إنهزمت لازم تحط أكبر عدد ممكن من اللاعبين نزل البريك طبعا قد تكون عدم وجود عدد من اللاعبين يعني الغيابات كبيرة لكن في الأخير رجع الأربعة أربعة ثلاثة بنزول صالح الشهري يقالوا عبدالله الحمدان في وسط الملعب تصور أنه وسط الهلال طبعا مصحب الجوير أصيب لكن لو تصور الحمدان وسط والبريك وسط قد تكون غروب في المبارات لكن في رأيي القراءة غير الجيدة من بداية المبارات تخليك تخطئ أحيانا حتى في الطريقة أو في التغييرات وأيضا السؤال لماذا بدأت بميشيل يعني ميشيل يعني أنا فييتو بدأ المبارات السابقة لو قلنا أربع أيام كاريو طلع الشوت الثاني فييتو بادي المبارات اللي فاتت اللي هي قبل أربع أيام طيب ميشيل هو الحل إذا بتلعب أربعة ثلاث ثلاثة وميشيل على الطرف اللي سار هو أفضل بديل لسالم الدوسري اللي هو ميشيل على الطرف اللي سار الوحيد اللي يقدر للعمق ويستثمر أي مساحات واحد على واحد بشكل ممتاز ماريقة ما يلقى المساحات مثل هذه المباريات اللي نونو يعرف يقفل بشكل ممتاز شكرا عادل شكرا حمزة والمدربان تحديدا إيميليانو دياز ونونو سانتو كان بينهما حديث قبل المباراة لكن في المباراة ماذا فعل نونو سانتو بدأ الكلاسيكو بتغيير وحيد عن آخر مباراة أمام أبها عوض الناشري مكان المصاب طارق حامد في الجانب الهلالي إيميليانو دياز يقود الفريق في غياب والده أجرى أربع تغييرات عن لقاء نهائي كأس الملك سعود عبد الحميد مكان البريك جحف ليسا يغطي الموقوف هيونكسو واعتمد الأرجنتيني في الوسط على مسعب الجوير على حساب كنو فيما في الهجوم إيغالو سيبدأ اللقاء أساسيا إيميليانو اعتمد على خطة أربعة ثلاثة ثلاثة مع نواية هجومية فيما نونو وكالعادة يعتمد على نهج ثلاثة أربعة واحد اثنان خطورة الفريق الجد ويسرها قرب كورونادو من حمد الله وبعد تقدمه بيثنائية تراجع الفريق الطيف وأصبح كورونادو أقرب لبرونو ليتحول النهج التكتيكي إلى ثلاثة خمس اثنان مع بداية الشوط الثاني الهلال أجرى تغييرا بدخول ميشايل بدل كاريو واضطر إيميليانو لإجراء تغيير آخر في الدقيقة السبعين وهذه المرة بسبب إصابة الجوير ليقحم بديله كنو في الجانب الآخر نونو يعطي تعليماته الأخيرة لحمدان الشمراني الذي دخل بدينا لأحمد بامسعود ومع تبقي 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي نونو يجري تغييرا بإقحم هلدر كوستا بدلا من كورونادو يتغير الرسم التكتيكي للاتحاد ويصبح ثلاثة أربعة ثلاثة تبديل هلالي ثالث البريك مكان عبداللعطيف في المحور الدفاعي ومع تبقي ثلاثة دقائق قام مدرب الهلال بتبديلين في خط الهجوم بإقحم الحمدان وصالح الشهري بدلا من فييتو وماريكا ليتحول النهج التكتيكي في الدقائق الأخيرة إلى أربعة اثنين واحد ثلاثة آخر تغييرات نونو بخروج حمد الله ودخول كامارا هيثا بن حمد العربية باب المدربين نذهب إلى ترك العواد في الرياض دكتور حياء كالله البداية كانت صح ولا مو صح من المدربين خليك سريع معي كابتن عشان عندي يسئلة كثير لا ما أعتقد خصوصا من الذي أخطأ أميليانو أميليانو بالذات يعني إشراك بيتو أعتقد أنه ما قدم مستوى جيدة خلال الفترة الماضية وجوده على الطرف يعني ما تقدر وصار يدخل كثير على المسط يعني مشاييل خيار واضح ما يحتاج أنك أنت تفكر فيه طيب يعني إذا كان سالم مش موجود ما لك إلا مشاييل طيب ما أظن لا ما أعتقد يعني كان متحفظ أكثر من اللازم رغم النتيجة مشت معها يعني سجل بسرعة وتحركات كراد وصراحة يعني رائعة جدا وقربة من حمد الله وقربة من رماريني وهذه كانت ذكية جدا لكنها ما حاول يمسك وسط الملعب ما حاول أن يلعب مع الهلاف وسط الملعب لكن تكتلات الدفاعية ما كانت جيدة بالنسبة لي رغم أنه يعني لاعب بخمسة مدافعين ولكن بقي بالنسبة لي دفاعه مش بالشكل الجيد فالمدربين عندهم كثير من الملاحظات ولكن امليانو كان أقل الشوط الأول ما كان في تغييرات شوط ثاني غير اللي بدأ يغير أول شيء امليانو كيف كانت تدخلاته يعني أكثر من تغيير طبعا تغيير الأول اضطراري ما نقدر نقول عنه شيء لكن التغيير كاريو ما كنت أتمنى أن يطلع كاريو كنت أتمنى أن يطلع فييتو بأسرع وقت ممكن الغريب أنه بقى فييتو إلى ثمانية وسبعين إلى سبعة وثمانين قبل نهاية المبارات تقريبا بثلاث دقائق وهذا احتفاظ غير مقبول في ظل المبارات في وسطها كانت أقرب الاتحاد منها الهلال الهلال يعني ما كان جيد ما قدر يبني على الهدف اللي يسجل فكان في وسط الملعب أكثر فلذلك كان يحتاج مشاييل بشكل كبير على الطرف أما نزول مشاييل بدال كاريو ما بسبب لي جيد أنه مشاييل يكون موجود ولكن بقى فييتو يعني بدون هدف يدور في الملعب ما له هدف واضح دكتور من اليأثرت تدخلاتها في المبارات سواء سلبا أو إجابة قراراتها سانتو نونو سانتو سلبا بشكل كبير خروج كرادو كان غير موفق دقائق 77 خروج حمد الله في آخر المبارات كان ضغط على الهلال كان يقدر يستلم كان ياخذ فاول كان ضغط على دفاع الهلال أنه دائما في وسط الثمنتعاش قادر يعني يستخدم جسمه وطريقته وأسلوبه للصناع على نفسه فريح الهلال لما طلع إضافة لكرادو هو كان نجم المبارات ما في شك لعب الأفضل المبارات الشرط الأول الشرط تاني تحركاته في وسط الملعب فخروجه كان غير جيد ورجع من جديد يلعب ثلاثة مهاجمين يعني تعرض لإصابة أو شيء يعني ما نقدر نضل المبارات لو كان بهذا الشكل كنت أتمنى العبود ينزل بدل هيلدر البصمة الأهم فنيا في المبارات وين كانت أيضا شلبا وإيجابا البصمة التي أثرت بقوة الإيجابية مكان كورنادو وتقدم كثير وقربه في الشرط الأول من حمد الله وقربه من رومارينيو والشيء الغلط أيضا هو نفس الفكرة كورنادو لما رجع كورنادو لما رجع لوسط الملعب كان غير جيد السيء في الإيلال فييتو 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 مكانه في الطرف اليسار غير جيد احتفاظه فيه لمدة طويلة غير جيد فهذه أهم النقاط الإيجابية والسلبية بالنسبة للمدربين عطي مليانو درجة من عشرة عطناه لسانتو مليانو أعطي سبعة سبعة ونص نونسانتو أعطي ثمانية تقريبا شكرا دكتور ترك العواد النصف الثاني في هذه الليلة كان في حائل رونالدو و تاليسكا إذا تحرك يكفي لفوز النصر النصف النصر في ضيافة الطائي والأعين على انتصار يبقي على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري قبل ثلاث جولات من خط النهاية الدقيقة الثانية تاليسكا يسرق الأضواء بكرة مرت بجانب القائم النصر أمسك بزمام الأمور منذ البداية وهذه المرة تزديدة قوية من عبد الرحمن غريب تعلو المرمى أصفر الرياضة حاول من كل جهات رأسية تاليسكا تلامس الشباكة الخارجية رونالدو انتظر حتى الدقيقة الثالثة والعشرين كي يظهر بدربة رأسية انتهت بين أحضان الحارس فيكتورو براغا الحارس البرازيلي وصل تألقه وهذه المرة يبعد تزديدة قوية للنجم البرتغالي الطائي مكث في مواقعه الدفاعية ورد بهجمة مرتدة عبر أميرس عيود لكن زميله موسونا فشل في وضعها في الشباك يفترق الفريقان على نتيجة التعادل السلبي بنهاية الشوط الأول رونالدو بدأ أكثر إصرارا على الوصول للشباك في الشوط الثاني وما هي إلا دقائق قليلة حتى تمكن من ذلك عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعته للفار كاميرات العشاق في المدرجات استعدت جيدا لتوثيق لحظة تسجيل الهدف رقم 13 للنجم البرتغالي بالدور السعودي موسيقى الندي العاصمي رمى بكل ثقله في الهجوم من أجل تأمين تفوقه في قادم الدقائق دون الوصول للشباك موسيقى وسعيود لاعب الطائي لم يكن راضيا على تغييره من طرف مدربه رضوي موسيقى سيطرة النصر على المباراة كللت بهدف ثاني عبر طالسكا جعلت فريقه يكمل اللقاء بأريحية أكبر ويحقق فوزا جديدا وضعه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر الاتحاد موسيقى 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 أبدع طيف من الرياض صحيح مطلق إلى جواري أيضا في الرياض النصر يتقدم إذن في السلم والاتحاد تقدم خطوة لكن النصر تقدم ثلاث خطوات تصبح الفرق ثلاث نقاط حتى لو خسر الاتحاد المباراة المقبلة وتعادل ما يزال الاتحاد هو البطل لأن الدور السعودي يحكم بالمعيار الأسباني وهو المواجهات المباشرة ثم بعد المواجهات المباشرة الأهدف لكن لن نذهب إلى المواجهات المباشرة ما زالت الأمور في تحت سلطة الاتحادين وكلها أندر كنترول للنمور عبدو حياك صالح حياك صالح أبدأ معك خلوكم سريعين معي اليوم شوي أنا في ظني صالح أن النصر لعب أفضل مباراة له اليوم منذ رحيل قارسيا على الأقل طيب بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك أهلا بسادة المشاهدين وأهلا بعبدو وأتفق معك أتفق معك أن المباراة بالنسبة للنصر نسبيا هي أفضل من المباراة السابقة نعم صحيح ما السبب؟ صالح يمكن أنا يعني لحظت تحديدا رونالدو وحتى تلسكا كان فيه محاولات وجدية لازم يصير فيه محاولات حتى لو ضاعت كرة كرتين ثلاث لا بد أن يكون فيه كثافة على أساس سجل هدف يعني متوقع الفراغ تلعب أمامك يعني عندها أيضاً أمكانيات وعندها قدرة أنها تكفل وتسجل هدف فيك مثلاً وتلعب معك الند للند لذلك ليس من متوقع أنك من أول فرصة ستسجل هدف ولو ضيعت فرصة كررها مرة مرة ثلاثة أعتقد هذا اللي حدث اليوم تحديداً وتحديداً بعد من رونالدو الحقيقة حاول كثير كثيراً أن يسجل هدف وبالتالي جاء الهدف كما هي عادة النصر بعد من ضربة ثابتة أو من بلنتي حتى يفتح المجال وأيضاً خطأ استثمار من حسين قاسم فأجمالاً كانت مباراة أدفق معك مباراة مثالية قياساً بكل المباريات اللي راح عبدو التقييم السلطان الغنام 7.7 تاليسك 7.5 رونالدو 7.3 يفهجأك اليوم أن السلطان الغنام هو أعلى لاعب في المباراة تقييم مع أنه ما سجل مع أنه ما صنع يفهجأك ولا فعلاً قدم مستوى أعاد لدهان الغنام يعني في 2020 أو 2019 مساء الخير بالتال عليك وعلى جميع متابعي برنامج المرمى وعلى الكابتن الكبير صارح المطلق بالتال دعني نتكلم بصراحة لما أنت تكون من الناس اللي يأمل منك الجمهور أنك تكون دائماً تعمل الفارق وتمر بفترة صعبة ومستوى غير جيد هنا يبدأ التركيز عليك أكبر السلطان عنده نقاط ضعف عنده نقاط ضعف واضحة لكن عنده أيضاً نقاط قوة لكن لما نحسبك مجملة مجملة اليوم هي أفضل مباراة لكن أنا بالنسبة لي ما زال السلطان يحتاج أن يكون أفضل وأفضل لكن كمقياس على الفترة الماضية أقولك لا سلطان اليوم يستحق سبعة وكان من نجوم المباراة جيد صالح في بصمة المدرب في النصر اليوم لمست أم لا كل ما رأينا هي عطاءات مفردية اجتمعت فكونت هذا الانتصار بالتالي عشان تكلم عن بصمة مدرب ويعني معذور مدرب مراحل سنية ترى التعامل مع المراحل السنية يختلف تماماً عن الفرق فما بالك لما يكون يعني في الواجهة فجأة كذا أمام نجوم كبار ونجم كبير مثل رونالدو فجيد على أنه مثلاً يتعامل معهم بسكينة مثلاً أو بهدوه وأنا حتى أروح إلا أنه لو كان يستشير مثلاً اللاعب الكبار ويتعامل معهم بحيث أنه ياخد رأيهم الأفضل وبالعكس هي ناية موسم فالفلسفة الزيادة عشان أقول أنا مدرب مي بزينة فخليني أحسب له الشيء هذا أنه جيد على البنج وبالتالي يتعامل مع النجوم الكبار أو يعطيهم حقهم وهذا الواضح تماماً أما بصمة فكلمة بصمة هذه كبيرة شوية بالتالي أحب دول النصر شكله شكل فريقي يقدر يكمل التحدي الشكل الفني يتكلم بكثات جولات أنا أعتقد أنه التحدي هو أول شيء خلينا الشكل الشكل اليوم برات اليوم لعب بشكلين أو بطريقتين الشكل أو طريقة الشوطة الأول هو طريقة الشوطة الثانية يعني وتحس أن النصر ما زال بداية الموسم ما زال في مراحل التجارب أنت تلعب بالأربعة ثالثة ثم تجد نفسك لا تسجل ثم تروح للأربعة أربعة واحد واحد بإدخال تلسكة خلف كريستيانو وازدج بالصليههم كوسط يمين تحسن الفريق أصبح أفضل شكله أفضل صيد طراء بشكل أكبر وفرص أيضا واضحة وأسلوب هجومي واضح برضو مجمع كمجملا كمجملا ما كانوا قاعدين يجربون يعني ما وصل النصر كأنه حتى داخل الملعب لم لم يستقر لم لم يستقر تجي كشكل أنا ما زلت أرى أن النصر لا يستطيع لا يستطيع أنه يتحكم في المباراة كيف يشاء لا يستطيع ما زال هو الرهن الجزيئات البسيطة أنه يسجل ينفتح للملعب كرة ثابتة زي ما ذكر الكابتن صالح لا زال يتمد على هذه الجزيئات تستمر المباراة بدون حلول بدون فعالية تتعقد أمور النصر وبالتالي يفقد السيطرة تمام على المباراة إلى أن يسجل هدف يظهر نصر مخيف ما قابل للهدف هو نصر بدون يعني بشكل خلينا نبسطها بدون أنياب بدون فعالية زي جميلة هذه بدون أنياب طيب الشباب الكنترول عطونا هدف تاليسكا الفرحة بس فرحة تاليسكا صالح تاليسكا فرح بعدين سوى كذا بعدين قال يعني اللي عد تتكلمون هو خروج خارج الملعب أنه لاعب يدخل المباراة وهو تحت ضغط ما حدث الأسبوع الماضي بأنه عنده ما هو ثير يعني في منصات غير رسمية خلينا نقول مش إعلام رسمي أنه عنده نزل جدول حفلاته في الصيف كمطرب هاوي هل هذا القصد أو هو يقول لا المباراة اللي راحت أنتم قلتوا تاليسكا لا من يوم قاعد عقد مو كويس طبعا النصراوين كل مرة عندهم سبب تاليسكا أنت شايف أنه اللاعب يفكر ويدخل مرة ويلعب بهذا الشكل وفي دهنيته شيء معين أن يرد شيء عادي طبعا عشان ما نتهم عشان ما نكون موضوعين هي مظاهر تحدث في كرة القدم العالمية كلها كلها إذا الكلام على الحركة دائما اللاعب بعد ما يسجل هذا الهدف طبعا هذه الحركة قدامك أي واضحة شوف بالتالي هي الحركات هذه تعطيك انطباعا أن اللاعب عنده خلفية بحيث أنه هناك من يتكلم عن مشجعين أو من ينتقد وبالتالي هو يأشر بعد الهدف أنه يعني اسكت وخلاص طيب القضية قضية هدف قضية سلوك قضية احتراف قضية عطاء هذا من جانب تاليسكا أو غير تاليسكا قضية قضية أداف الملعب هذا المعيار الأساسي الذي يتعامل مع اللاعب المحترف مثل تاليسكا اليوم طبعا بالمناسبة أذكر كان تقييمة ممتازة اليوم أنا أقول لك بغض النظر عن كونون جاء هدف اليوم في التقييم يمكن أن نرجع عنه تكلمتنا عنه كثير تاليسكا كثير الحقيقة ولاعب كبير ولكن لما يخرج خارج الملعب لما يكثر في مثلا الاهتمام في الحفلات من هالكلام هذا كل وهذه الحقيقة غير مطلوبة في اللاعب محترف شي ثاني أنه عشان نحكم على الحركات التي سويت تاليسكا ترى ابتدائن يا بتال من أول يوم تعاقده مع النصر كان هو أيضا يعني يضحك بشعرف ويقول أنا نصراوي وكذا هذا هذه في البداية بالتالي معناته الرجل ما جاء للسعودية معناته مملع عليه من اللي يملع عليه هنا 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 تلع على فكرة إذا بغينا نحاسب اللاعب أي يبتدي اللاعب من خروج النص وتتغير شخصيته من الأشخاص اللي تلقى منهم المعلومات واللي تأثر فيهم واللي يعتقد أنه هناك فيه قانون في النادي مثلا أنه يمنع الخروج عن النص وعن الملعب فهو بعد كذا خرج كثير لأنه في البداية هناك منعطاه تعليمات أو مثلا أمل عليه أن أعمل الحركة هذه ولا تنسى بعد فيها أيضا فيلم مش عارف يسواه قبل فترة هذه كلها هناك من أمل على تلسكة معناته عشان أنكم منصفين إذن إداريا الوضع في نادي النص إداريا أيضا غير جيد أوقف عند اللاعب فقط لغير خذنا أكيد على شيء اللاعب في جائزته هو حر يسوي حفلات يسوي أفلام يسوي وقت اللعب هذا الموضوع تعليقك في نص دقيقة وابقى عندي وقت على هذا الموضوع واضح عليه ضغط لا تتعرف هو شيء الجمهور العاطفي واضح عليه الضغط لكن في الأخير أنت في نادي جماهيري والجماهير عاطفية تنتقدك وتشن عليك هجوم كبير لأنك من الأعمد التي تعتمد عليها بشكل كبير فبالتالي دائما النقط والضغط يروح للعيبة السوبر وأنت أحد للعيبة السوبر فبالتالي كان من الله أنه خلاص أنا قدمت أداء كبير لأداء كفيل بالرد واني عائد بقوة بشكل أفضل أفضل من الإشارات والحركات لأنك ستدخلك أيضا في سجال جديد مع الجماهير واضح شكرا عبدو شكرا صالح طبعا في الإعلام دائما يقال أن الناس تصدق ما تريد ولا تصدق الحقيقة مباراة الكلاسيكو المثيرة دارها طاقم أرجنتيني بقيادة فرناندو راباليني للساحة في حينتا والأرجنتيني زيل فيو ترايكو إدارة تقنية الفيديو عوانه السعودي فيسل قحطاني من القاهرة التحقبنا حبيبنا وصديقنا الدولي السابق دولي عالمي مدولي أي كلام عصام عبد الفتاح حياك الله كابتن أهلا بك باتال وأهلا بكل السادة المشاهدين أهلا بك حبيبي وأهلا بكل السادة المشاهدين نشوف الحالات التي اخترتها مع الزملاء الدقيقة الثامنة نبدأ في الحالة الأولى في الضيئة تمانية الحقيقة هدف للتحدي الأول الحقيقة أنا هقف عنده بسيط يعني لأن بتلم على تقدير الحكم للأخطاء طوال المباراة يعني في يمكن هنا لاعبي الهلال طلبه أنه في خطأ هنا على اللاعب مهاجم فريق للتحاد أنه في دفع من الخلف هو الحكم كان تقييمه للأخطاء في أخطاء أبسط من دي حسبها أخطاء حسب أخطاء أبسط منها في الشدة حسب أخطاء فإذن كان ميزانه وتقديره للأخطاء ما كان ش واحد فكان هنا أنا شايف أنه طالما كان بيحسب الأبسط من دي كان ممكن يحسب دي خطأ أنت تقول أنه هذه خطأ والهدف غير صحيح الهدف بنية على خطأ ده ده بنية بنيت رأيي على معيار تقييم الحكم للأخطاء رأيك النهاية كبتن كبتن عصام رأيك النهاية أنه هدف غير صحيح أنا أمشي أنا أمشي وكان يجب أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويدينه فرصة أخرى بأنه يعمل ملاجعة ميدانية جميل طبعا في خلاف جي كبير جدلي بين حتى المحللين على هذه اللقطة نروح لدقيق 14 كارتا سفار هنا في حالة شبه انفراج أي بالزبط هل دي 14 هل هناك لو هنشوف لو هنوقف الصورة لحظة ارتكاب المخالفة بس يعني نرجع شوية ونوقف الصورة لحظة ارتكاب المخالفة ونطبق الاعتبارات هنا كبتا احنا عندنا أربع اعتبارات أنا شايف أن كل أنا شايف أن كل اعتبارات الفرصة المحققة كانت متوفرة في هذه الحالة ودي كانت حالة جوهرية في المباراة أنا شايف لو لم يتم عرقلة مهاجم للاتحاد كان يكون عنده فرصة محققة لإحراز هدف بالنسبة 200% فهنا كان يجب لحكم الفيديو بدل ما يؤكد قرار الحكم أنه إصباء أنه هجوم واعد كان يجب أنه يدي فرصة أخرى للحكم أن يشوف الحالة من خلال المراجعة وأنا شايف أنه كارتة أحمر وليس إنذار نعم يعني قرار الحكم هنا أيضا غير صحيح هذا الخطأ تسبب في مانع فرصة محققة لإحراز هدف هدف الهلال الأول الهدف الأول الحقيقة طبعا بنتكلم على القانون بنتكلم أن الكرة لازم بكاملها تعبر خط المرمى بين القائمين والعرضة الحقيقة هي حالة صعبة جدا ولكن في النهاية همشي مع كارتة الفار اللقطة صعبة جدا جدا في هذا الهدف ولكن الحقيقة هنمشي مع كارتة الفار مش هنقدر نقف عنده بشكل كبير ولكن هنقول هدف يعني من الزاوية اللي وراء كابتن مش شايف كفاز الحارس تحت العرضة مش الكرة أنا معاك إحنا لو نجيب هنا اللقطة هل في جزء من الكرة اللقطة هذه شايف الكفاز إذا انت شايف الكفاز الكرة دخلت كامل أنا شايف الكفاز بس من هنا ما نقدرش هنا ممكن نقول دخلت كامل يا بتال يعني ممكن في اللقطة اللي انت قلت من خلف المرمى دخلت كامل ولكن في النهاية احنا هنصدق بكارار في آر رغم أنها كانت حالة صعبة واضح اللي بعدها شباب سبعة واربعين لمست يدع الهلال في ثمانتعاش هنشوف ديئة تمانية واربعين هنشوف الكرة هتستدم هتستدم في الأول في جسم ويد ياسر الشهراني مدافع الهلال في اليد اليسرى الأول ثم تروح لليد اليمنى الحقيقة وضع اليد اليمنى ما كانش طبيعي من البداية وتحرك كمان عمل حركة إضافية في اتجاه الكرة فهنا في الحقيقة رقل الجزاء لم تحتسب وكان يجب على حكم الفار أن يستدعي الحكم ويدينه فرصة أخرى أن يراجع هذه الحالة ولكن هو أي تكرار الحكم الحقيقة نهاردة كانوا في تساؤلات كتير ما بين الحكم وحكم الفار في أداءهم الحقيقة خلال المباراة فأنا شايف أن هنا في رقل الجزاء رقل الجزاء على ياسر مش على البلاهي على ياسر يعني اللمسة الأولى في لمسة تانية بالزبط على ياسر بالزبط رقل الجزاء صريحة هي اللمسة تانية هي رقل الجزاء خلينا الحكم بس أسألك تثقفيا كابتن تثقفيا هل الحكم أخذ تقديرها على أنها ثابتة اليد غير متحركة لم تكبر الجسد إيش تفسيرك في تقديرك تقديرها بنا على إيش أنا بينه 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 ما أعرفش وبنا تقديره على إيه أنا شايف يا بتل أنه ما عندوش التفاصيل اللي إحنا بالتكلم فيها دي لأن دايما كانت زوايا رؤيته هو والمساعدين كمان هو والمساعدين بللي المساعدين أخفضهم بإتساب هجل في الهلال بالزبط فعشان كده أنا شايف أن زوايا الرؤية للحكام المساعدين وللحكم في هذه المباراة كانت غير جيدة الحقيقة طيب 82 كابتن هنروح للحالة 82 مطالبة أيضا لعيب الاتحاد برقل الجزاء هنشوف الحالة هنشوف هنا هنا مش هتباين هنشوف في اللقطة اللي فيها الزهوم على اللاعبين دعس على القدم واضح هنشوف اللعب 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 الكورة وهنا فيه دهس واضح دعس هل هو دعس إعاقة كابتن أنت تعرف يصير فيه دعس في الكورة بس هل هذا دعس عاق أنا لعبت الكورة مين لعب الكورة اللعب الكورة هو المهاجب اللي راح متأخر من المدافع عمل دهس خطأ في القانون خطأ بل انتظام خطأ وانذار هيبقى رقل الجزاء وانذار آه رقل الجزاء وانذار واضح الحقيقة دي ما عرفش ليه الفار هل الفار عطل هل الفار مكان الشغال هل 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 أنا شايف هنا واضح الخطأ واضح الخطأ يعني المنتظر يعني اخطاءك مؤثرة جدا في المباراة كابتن رقل الجزاء وانذار خلينا نروح مباراة النصر أتيت بص يا بتال نروح لمباراة النصر وطاق يمكننا حالة واحدة هي رقل الجزاء بالزبط هي هنروح لرقل الجزاء اللي حتسبت لنادي النصر هل هي صحيحة ولا لا شراء يا كابتن إحنا الكل بيتكلم الكل بيتكلم على أن فيه دافع لكن أنا شايف هنشوف للقدم هنا قدم المدافع قدم المدافع هي اللي عملت العرقلة من أسفل وهي دي اللي أدت إلى فقد مهاجم النصر لتوازنه مع الخطأ ومع احتساب رقل الجزاء شكرا جزيلا كابتن عصام ودنا وقتا يكون أكثر بكرا نصالف معك أكثر في هذا المواضع شكرا كابتن الدول ياسا عبد الفتاح وأنا ألقعكم اشتركوا في القناة موسيقى